تتزايد هذه الأيام ببلدية وادي عتبة معاناة المواطنين جراء أزمة حادة في الوقود حيث بلغ سعر اللتر الواحد ستة دنانير في السوق الموازي مع نقصها الحاد في المنطقة بسبب محاربتها خلال الأيام الماضية من قبل الجهات الأمنية البنزين حاليا في بلدية وادي عتبة جاءت في الفترة الأخيرة بكميات قليلة جينا مرة في الأسبوع أو مرات أسبوعين ما جينا عشكا مرة وحدة فنطالبوا الجهات المعنية للجنة الأزمة والوقود سابها أن تزيدنا كميات الوقود في بلدية وادي عتبة القصة هذه ما عاش انتهت ما عاش عرفنا وين السبب وين المعضلة وين ما فهمناش طيب اليوم الشيء له قدامكم يعني اليوم ما يقارب ثلاث سبيع ممكن ولا شهر هيك ما فيش بنزينة يعني نهيك عن سوق السودا واستغلال بعض تجار البنزين سمحهم الله يعني أسعار باهضة المواطن معاش عرف وين يقسم فلوسه معاش عرف كيف يدير المواطنون اشتكوا من ارتفاع سعر الوقود تارة وانعدامه من المحطات تارة أخرى فكميات الوقود التي تأتي لمناطق البلدية لا تتناسب وحجم الطلب وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي نعانو معاناة شديدة احنا اصحاب مزارع نبعاد اقرب مزرعة خمسة كيلو وقلنا نعانو يقولوا فرجة يجبوا علينا شهر وتولي تنقطع رغم ان الهيومة الجميلة احنا البنزين نفط طالع من عندنا المفروض ناخده اسوة بالسوأ بالسوأ اللي في الجماعة اللي في الشمال معقولة بالشمال ب15 جيرش وناخده فيه في الجنوب احنا ناخده فيه في الجنوب امس واصلة ب7 جنيه ونص لتر يعني بيش تعب بتنك تبه 400 دينار المواطنون ناشد الجهات المعنية بزيادة كميات الوقود الموردة للمحطات الثلاث من اجل تخفيف معاناة المواطنين مع تزايد الاحتياجات الاساسية اليومية للمواطن